وبعد مضي أكثر من عشرة أشهر على تشكيلها بدأت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية المشكلة بموجب بيان نقل السلطة في أبريل العام الماضي بدأت اجتماعات في العاصمة المؤقتة للبحث في وضع إطار عام للرؤية السياسية للعملية السلام الشاملة وثيقة مبادئ للمصالحة بين القوى والمكونات السياسية إضافة إلى اللائحة المنظمة لعمل الهيئة وقالت الهيئة إن ثلاثة لجان منبثقة عنها بدأت عملها في عدن لوضع إطار عام للرؤية السياسية وأكدت أن اللجان الثلاث ستعمل على إعداد وثيقة مبادئ للمصالحة إضافة إلى اللائحة المنظمة لعمل الهيئة وفي تصريحات خاصة للحدث قال رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي قال إن الهيئة مسؤولة عن دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي وتعمل على تحقيق المقاربة بين الفصائل المنضوية في تشكيلة المجلس والمساهمة في عملية السلام الشاملة طبيعة الحال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة بدرجة رئيسية هم مكونين من مختلف الأطراف الشرعية التي تشكل جبهة عريضة لمواجهة الحوثيين بشكل رئيسي وهناك قاعدة شراكة انطلقنا منها جميعا هي مشاورات مجلس التعاول الخليجي في إبريل 2022 ميلادية وهيئة التشاور والمصالحة هي بمثابة قطار للمصالح يحافظ على متانة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي وهي مسؤولة عن دعم ومساندة المجلس في كل القضايا وهذا ما قامت بالهيئة خلال الأشهر الماضي في كثير من القضايا التفصيلية بعيدا عن الإعلام بطبيعة الحال والجانب الآخر الهيئة أيضا مسؤولة على عمل المقاربة وتوحيد للقواء والمكونات السياسية ومسؤولة عن أيضا تهيئة الظروف والأوضاع لوقف القتال واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة ونقوم باتصالات جيدة مع رئيس الوزارة وعمل الحكومة في هذا الجانب وكان آخر اللقاء معهم الأسبوع الماضي والمهمة الأخيرة وهي الأهم أوصول بعملنا الرئيسي بجانب ما ذكر هي ما يتعلق بإحلال السلام وهناك تفاصيل كثيرة تعلق بالعمل السياسية وإيجاد رؤية مشتركة بين قواء المقاربة السياسية لعملية السلام شاملة الغيثي أوضح في تصريحاته للحدث أن اللجان الثلاث التي أعلن عنها يوم أمس مكلفة بأعداد اللائحة الداخلية للهيئة ووضع إطار لرؤية السياسية مشتركة بشأن عملية السلام وأيضا وضع وثيقة مصالحة بين القوى والمكونات السياسية المناهضة للميليشيات الحوثية بدرجة رئيسية نحن نعمل في ما يتعلق بعملية السلام وما يتعلق بالمقاربة وتوحيد الصف بين القوى والقونات السياسية وسأتحدث فيهما على محورين في هذا المجال نحن شكلنا ثلاث لجان مؤخرا لجنة مسؤولة عن وضع لائحة داخلية أو لائحة تنظيم الهيئة التشاور المصالحة هذه اللائحة ستكون مؤقتة حتى إقرار أو الاتفاق على مسودة القواعد المنظمة الواردة في ألان نقل السلطة وعدم إقرارها إلى الآن كانت جزء من تأخير عملنا في هذه التشاور المصالحة واللجنتين الأخريتين الأولى معنية بوضع إطار عام لرؤية سياسية مشتركة والثانية معنية بوضع وثيقة مبادئ مصالحة بين القوى والقونات السياسية المشاورات الجستعاء الخليجي نصت على أو حاولت تقديم حلول لكثير من التفاصيل الموجودة في العملية السياسية وفي طريعتها قضية الجنوب حيث وضعتها أو ضمنتها في أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار خاص لها في عملية السلام هذا الأمر يحتاج إلى تطبيق ومن أجل التوصل إلى هذا الأمر يجب على قوى الشرعية المنظوية تحت منظلة المجلس القيادة الرئاسي أن تتفق على رؤية سياسية مشتركة تذهب بها سويا لعملية السلام تحدد هذه الرؤية مرجعيات تم سقوفهم للحل تخططهم كل التفاصيل التي يجب أن يتفق عليها قبل الذهاب إلى عملية السلام أمام مليشيات الحدي هذه المصالحة أو هذه الوثيقة ستكون بمثابة ميثاق شرف وطني وأخلاقي نلتزم فيه في حدود وسقوف الإعلام يكون لدينا فيه اعتراف بالآخر اعتراف بالتضحيات بعضنا البعض في مواجهة مليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران يكون فيها حدود واضحة بدلا من ترك الحبل على الغارب لمسألة التراشقات الإعلامية والتراشقات السياسية غير المعقولة والتي ستؤثر بنهاية المطاف علينا جميعا نحن لدينا دائما نقول لدينا مسؤولية أو واجب وطني في المحافظات التي لم تحرر إلى الآن ولدينا أيضا التزام سياسي يجب أن يحترم في محافظات الجنوب ولدينا مهمة عامة في المناطق المحررة تتعلق بالتنمية والاستقرار الغيثي أوضح أيضا أن ميليشيات الحوثي تحاول باستمرار تغذية الخلافات بين مكونات المجلس الرئاسية ميليشيات الحوثي هي المستفيد الأكبر من أي تراشقات داخل القوى الشرعية أو بين المكونات والأحزاب السياسية تحت مظلة الشرعية ومن الطبيعي جدا أن تقوم ميليشيات الحوثي بتغذية هكذا تراشقات يبدأها ناشطين ومن ثم تتوسع أحيانا لكن في نفس الوقت لدينا اتصالات عالية المستوى لدينا اتصالات مستمرة بين قوى الشرعية بين القيادات الرئيسية بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودائما ما نتدخل لتهدئة هكذا تراشقات إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع لكن في نفس الوقت هناك مساحة دائما سنقولها مساحة حق التعبير عن الرأي وهذا طبيعي أنت ما تقدر تعسكر الناس وتطبط خطابهم بشكل دقيق جدا لكن في نفس الوقت هناك حدود أعتقد أن الجميع لديه الحرص على الحفاظ على وحدة الصف ولديه الحرص أو لديه الشعور بالمسؤولية هذا ما أراه عند الجميع سواء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي أو قادة الأحزاب المكونات السياسية وعضاء هي التشاور والمصالح كما أكد الغيثي أن وجود جميع الأطراف والمكونات السياسية المنضوية في إطار المجلس الرئاسي مجتمعة في عدن يعد نجاحا كبيرا لهيئة التشاور والمصالحة اليوم هيئة التشاور والمصالحة مكونة من عدة أطراف أو من كل الأطراف الموجودة داخل الشرعية اليوم هذه الأطراف مجتمعة في عدن علما أنها لم تجتمع من قبل إلا تحت ما ظلت مجلس التعاون الخليجي من بعد 2015 لم تجتمع هذه الأطراف بذاتها ومن نفسها إلا تحت ما ظلت مجلس التعاون في الرياض واليوم نجحنا أن نقوم بهذا الدور نحن على المستوى الوطني على المستوى اليمني فقط بدون أي رعاية مباشرة من الأشقاء وهذا يعتبر تقدم بحد ذاته أن نجتمع ونتناقش في عدن ما هي الاستحقاقات المختلفة لنا ما هي المطالب ما هي الاشتراطات ما الذي نريده أن نناقش أفكار بعضنا ونناقش ما يمكن لنا التفاف حوله إذن هي خطوة طال انتظارها لهيئة التشاور والمصالحة الوطنية في اليمن كما يرى بعض المراقبين لسيما وأن هذه الخطوة تأتي بعد مضي نحو عشرة أشهر على تشكيل اللجنة في أبريل الماضي وأمس الثلاثاء بدأت في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعات لثلاث لجان متخصصة لوضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة في البلاد برئاسة نواب رئيس الهيئة هذه الاجتماعات تتزامن مع توترات برزت مؤخرا بين بعض المكونات السياسية في إطار الشرعية لكن رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي سارع ببعث رسائل تطمينية من خلال اجتماعات لجان الهيئة مؤكدا أن الجهود الحالية للهيئة تأتي تنفيذا لالتزاماتها والمهام المسندة إليها بموجب بيان نقل السلطة هذه المهام تتمثل في دعم ومساندة المجلس الرئاسي وتحقيق التقارب بين القوى والمكونات السياسية المناهضة لميليشيات الحوثي وتوحيد جهودها وتهيئة الظروف لوقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة وصولا إلى سلام شامل ودائم الغيثي أكد أيضا على أن الهيئة تعمل على حماية وتوسيع قاعدة الشراكة وتهيئة الظروف لتوافقات حقيقية ضامنة لتطلعات جميع الأطراف والمكونات المنضوية تحت الشرعية والملاحظ وفق مراقبين أنه منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 لم يتم إقرار القواعد المنظمة لعمله ولا للهيئات المساندة له وأبرزها هيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي الذي في الأساس لم يعقد أي اجتماع له منذ تأسيسه ورغم إنجاز الفريق القانوني لمسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس الرئاسي والهيئات المساندة لكنه لم يتم إقرار هذه المسودة بعد ما يعني أن المجلس يعمل دون أي قواعد تحكم آلية عمله ويعيد محللون الخلافات التي تبرز بين الحين والآخر بين أعضاء المجلس يعيدوها إلى غياب القواعد المنظمة المنظمة لعمله للمزيد ينضم إلينا من عدى النائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة أكرم العامري أهلا ومرحبا بك سيد أكرم يعني السؤال الذي ربما يخطر على أو يأتي ببال للجميع ويفرض نفسه يعني لماذا هذا التأخير لعقد مثل هذه الاجتماعات أولا مساء الخير على مشاهدين كنات العربية الحدث وحقيقة هيئة التشار والمصالحة منذ تشكيلها في 7 إبريل وفقا لإعلان نقل السلطة تجامنا مع تشكيل المجلس القادر الرئاسي وصلت إلى عدن حينها مع بقية مؤسسات الدولة وشكلت برئاسة الهيئة بالتوافق ما بين أعضاء الهيئة بحضور رئيس مجلس القادر الرئاسي ونوابه منذ ذلك الحين عملت رئاسة الهيئة على كثير من الملفات وأهم تلك الملفات كانت الملفات التأسيسية للهيئة كلنا نعلم وندرك أن هذه الهيئة لا يوجد لها سابقة في سلطات الدولة اليمنية وأعتقد أنه فرضتها الحاجة الضرورية ليكون هناك هيكل مؤثر وفاعل يحوي كل القوى السياسية وحتى المؤثرين على الأرض تلك الهيئة وهذه الهيئة بأعضاءها الخمسين والذي يمكن لرئيس مجلس القادر الرئاسي توسيع العدد إلى مئة بموجب إعلان نقر السلطة حاوت على تلك القوى وكانت الهيكل أو المستوى الرسمي الوحيد منذ عدة سنوات التي ضم تلك القوى ونعتقد أنه بموجب مهام الهيئة سيتم تجاوز كثير من الإشكاليات التي فرضتها السنوات الماضية من حيث تباين وجهات النظر ما بين قوى الشرعية المختلفة في كثير من الملفات والهيئة بدأت في تشخيص هذه الملفات ومسار واضح للعمل على مبادئ وإطار لجمع هذه القوى في عمل سياسي مشترك من الملاحظ أن هناك تباينات وخلافات ما زلنا نشهدها في صفوف أعضاء المجلس القيادي الرئاسي لماذا هذه الخلافات؟ وهل لأن المجلس كما يقول بعض يعمل بدون قواعد عمل منظمة له أم لأن هناك فعلا ما زال أزمة ثقة كبيرة بين أعضائه والمكونات المناهضة لميليشيات الحوثي؟ أنا أعتقد أنه لا تصل إلى أن نسميها خلافات هي مجموعة من التباينات في معالجة بعض الملفات وحقيقة يبدل رئيس مجلس القيادي الرئاسي وحتى أعضاء المجلس لمسنا منهم كثيرا حرصهم الشديد على تماسك المجلس ونحن في هيئة التشار والمصالحة باعتبارها تمثل القوى السياسية للبلد وهو إنعكاس حقيقي لمجلس القيادي الرئاسي نبذل جهود كبيرة جدا لتقريب وجهات النظر لإحتواء أي تباينات ولا نسمح أو نعطيها مجال أن تتحول إلى صراع نعتقد أنه لا زال مجلس القيادي الرئاسي قادر على العمل وإن كان إقرار الكواعد المنظمة لمجلس القيادي الرئاسي وهيئة التشار والمصالحة وكذلك الفريقين القانوني والإكتصالي سيساعد كثير جدا على توضيح كثير من السلطات والصلاحيات لكل تلك المستويات ويجعل العمل مؤسسي أكثر مما هو عليه الحال حاليا كيف لكم كهيئة تشاور مصالحة أن تقوموا بإسناد مجلس القيادي الرئاسي في إلغاء أو ردم الهوى بين التباينات كما أشرت بين الأعضاء رئاس تهيئة المصالحة وتشاور المصالحة وكذلك أعضاء الهيئة على تواصل مستمر ودائم مع رئيس وأعضاء مجلس القيادي الرئاسي ونناقش بكل وضوح هذه التباينات وكيف يمكن أن نجد مسارات للوصول إلى التفاهمات بشأنها ونعتقد أن الفترة القادمة ستشهد انفراج لكثير من تلك التباينات وستعزز تماسك وحضور مجلس القيادي الرئاسي على الأرض وكذلك ستظل هيئة التشاور المصالحة بكل أعضاءها مساندين ومؤيدين لتماسك هذا المجلس لكي يمضي في تحقيق أهداف الرئيسية لإنشاؤه في استعادة مؤسسات الدولة في رسم مسار واضح لاستعادة الدولة سواء كان سلما أو حربا كل تلك المهام تستوجب تماسك تستوجب وضوح في التعامل مع اختلافات وجهات النظر ما بين أعضاء المجلس وأعتقد أن وجود هذه الهيئة بهذه التشكيلة هي ستكون عامل مساعد وستعقد في الأيام القادمة الاجتماع العام الثاني للهيئة وسيشهد مناقشة كثير من القضايا أعتقد أنه هيئة التشاور المصالحة حينما تبدأ هذه الأيام باللجان المتخصصة في صياغة مبادئ للمصالحة ما بين القواء السياسي هذا يرعم بشكل كبير جدا مجلس القادة الرئاسي ويعطيه كثير من الحلول والمعالجات باعتبار أنه صدرت من القواء السياسية التي هي انعكاس حقيقي لمجلس القادة الرئاسي اجتماعات اللجان الثلاثة التابعة لهيئة التشاور والمصالحة والتي تتم الآن ما المتوقع أن تخرج به هل من معلومات أو تصورات بالنسبة لك عما ستذهب إليه هذه الاجتماعات عكفة اللجان المتخصصة في الأيام الماضية وستستمر حتى انعقاد الاجتماع العام للهيئة خلال الأسبوع القادم على إيجاد أو تحقيق ثلاث أهداف رئيسية الهدف الأول هي محاولة وضع مبادئ ما بين القواء السياسية للتسوية التسوية السياسية القادمة تكون خارطة طريقة التزم بها الوفد التفاوضي وما إلى ذلك فيما يتعلق بالتسوية السياسية الأمر الثاني يتعلق بكيفية إجراء مصالحة ما بين القواء السياسية أعتقد أن هذه المواضيع على أهميتها لم تناقش ما بين القواء السياسية في السنوات الماضية وأصبح التباينات والخلافات تتصاعد وثم تتصاعد حتى تصل إلى مواجهات عسكرية مثل ما شهدنا في السنوات الماضية وجود حوار ما بين القواء السياسية للمواضيع التي يمكن أن نسميها ذات طبيعة حساسة لهذه القواء أعتقد أنه مهم وعامل مساعد لمحاولة فهم الآخر ومحاولة إيجاد مبادئ ومعالجات مشتركة ولو في حد الأدنى ثم نعمل على تطويرها في قادم الأيام المهمة الثالثة وهي إنجاز اللائحة الداخلية هي هيئة التشار والمصالحة وهي هيئة تنظم مستويات الهيئة الهيئة العامة ثم رئاسة الهيئة وكذلك الجهاز الإداري للهيئة تنظم اللجان الدائم للهيئة وتعتبر في كل حوال هي لائحة مؤقتة إلى حين إصدار الكواعد المنظمة والتي ستكون أكثر إيضاحا في مهام وصلاحيات الهيئة ولكن تعتمد هذه اللائحة بشكل أساسي على ما ورد في إعلان نقر السلطة وهو إعلان دستوري نعم من عدن كنت معنا نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة أكرم العامري شكرا جزيلا لك